هناك أخبار على أن الإماراتيين في الحقيقة عادوا عاد نفوذهم تأثر نفوذهم في سنة السابقة العام الماضي تأثر نفوذهم لأن جماعة طبعا عندنا الجناح القطري التركي عندنا الجناح الإماراتي السعودي الجناح الفرنسي الجناح الروسي البلاد كلها متقسمة جنيحة ولأن جناحهم كان تم إضعافه فالإماراتيين كانوا إضعافها لكنهم عادوا عادوا بقوة ومن بين الأشياء هو أنه عندهم شين فنادق يسموها روتانا قال لك لاشين إماراتي روتانا سينبلونت هنا الجيري أن هذا لاشين اللي عندها أكثر من مئة فندق في مناطق الشرق الأوسط وفي تركيا رايحة أيضا تكون عندها فنادق في الجزائر وقالوا أن البداية ستكون في وهران وتتوسع إلى مدن أخرى والحقيقة أنه أين توجد دولة المسخ دولة المسخ هذه يوجد الإجرام ويوجد الفساد وفتح البلاد للإمارات مرة أخرى في الفنادق إضافة إلى شركة مدار اللي راي تستولي على كثير من أملاك الشعب الجزائري اللي كانت تحت يد اللي يسموهم اللي يسموهم رجال الأعمال اللي يرام في السجون راهم يمدوا فيها أملاك هذيك الأملاك تاع الشعب هي في الحقيقة واللي كانوا مسيطرين عليها هذو رجال الأعمال راهم يمدوا فيها الإماراتيين وعاد الجناح الإماراتي بقوة واحد الوجوه الأقدر للجناح الإماراتي هو عبدالغاني راشدي اللي قال في الأخبار مؤخرا قبل ثلاث يام ولا أربع يام أنه نقلوه لفرنسا وهو في حالة صحية سيئة جدا مش عارف تفاصيلها مازال ربما نعود لها بعد ما ذاكد من بعض التفاصيل التي وصلتني لكن لماذا هذا النفوذ الإماراتي ولماذا توسع النفوذ الإماراتي وهي التي تحاول أن تحيط بالجزائر من كل ناحية دائرة قواعد عسكرية في نيجر داخلة في مالي قواعد عسكرية في موريطانيا داخلة في المغرب داخلة في تونس داخلة في ليبيا في كل مكان والهدف دولة المسخ هذا هو تكسير المنطقة المغاربية تكسير الجزائر والمغرب بشكل أساسي طبعا حتى بالنسبة للمغرب ما يبانوش أنهم جايين بشي كسروه جايبانوا وكأنهم جايين بشي ساعدوه ولكن الهدف وانيقول لها الخوطي المغاربة وعموما المغاربيين هدف دولة المسخ دولة الإمارات هي تدمير المنطقة المغاربية كما دمرت المشرق العربي ولذلك خذوا حذركم أين يوجد الإماراتيون يوجد شر يوجد مكر يوجد خداع يوجد نهب وبالمناسبة مرات يسألوني بعض الناس يقول لك معطاونا فيزا وروحوا إلى دبي أحذروا من ذهاب إلى دبي أحذروا يقولها الشباب النساء ورجال شباب ذكور وإناث حذروا راهم كثيرين ممن يذهبون إلى الإمارات ودبي بشكل خاص راها إذا كانت بنت يستعملوها جارية يستعملوها للفجور ويشدوهم بأشياء رهيبة وإذا كان شاب ربما أيضا يستخدمون للفجور وقل شيء يستعبدوه يديرهم كعبيد فحذروا وأنا من هنا للأسر اللي يسمعوني إذا كانت بنتك أو ابنك قال لك أنا جبت فيزا وروح لإمارات حذروا ألف مرة أنا أعرف أن الناس ربما ما تخبرش تحكم لما يكبروا الأولاد ما تخبرش تحكم فيهم تبقى تعطيهم رعيك أو تقولهم ما يجب وما لا يجب حذروا فإن الذهاب إلى دبي هو قلب الفجور وقلب الفساد وقلب الإجرام في الإمارات وأن أبناكم وبناتكم يتحولوا إلى حالة ويستخدموهم في الفساد العالم وحيانا يستخدموهم كعبيد وحيانا كغلمان وحيانا كجواري وروح وسع وهذا اللي لكم تشوف يقول لك المشاهير يروحوا وراهم يستعموا معهم طرق بائسة جدا ويشدوا عليهم ويصوروهم بطرق فضيعة جدا ما نقدرش حتى نشرحها لكم باش ما يقدروش يخرجوا لهم ويستخدموهم من بعد في كل الأعمال الإجرامية ولذلك هاني ننصح إخواننا اللي يسمعوني سواء في الجزيرة وخارجها أحذروا من إرسال أبنائكم إلى الإمارات راهم كبار المسعورين شدين عليهم ملفات شدين عليهم أشريطا تعفسات كبار جنرالات كبار ولاد كبار وزراء كبار قوضات رأي هذه المؤتمرات في الإمارات أو حتى في أماكن أخرى مرة تديرها في لبنان مرة تديرها في باريس رأي كلها طرق فساد فقط من أجل جلب ناس ويغراقهم في الفساد وتصويرهم سواء كان رجل أو مرأة ومن بعد يولوا في يديهم ويستخدموهم بطرق بشعة إذن مرة أخرى هاهم فتحين البلاد لهذه الدولة المسخ وها هي هذه اللي تسمى الوتيلري شين روتانا باش تفتح في الجزائر وهاهم عندهم عندهم كثير من الشركات اللي راها تشتغل للإمارات وكاين اللي معلنة وكاين اللي غير معلنة ودور الإمارات هو تفتيت الجزائر تفتيت المغرب تفتيت المنطقة ككل هدفهم اللي تقوم للمنطقة ككل قائمة باش يبقوا هم أسياد البزنس أسياد التجارة التأثير العالمي إلى آخره واش من الإمارات واش عندها باش عندها تأثير عالمي عندها الإجراء عندها الفساد العارم عندها التدمير الهائل وصلوا إلى درجة أنهم يجيبوا ما يسمى بالدين الإبراهيمي وهو خليط شعوذ سمه دين إبراهيمي وإبراهيم عليه السلام وعلى رسولنا الكريم أفضل الصلاة والسلام بريء من هؤلاء المجرمين للم يتركوا مكانا إلا ونشروا وزرعوا فيه الفساد يعجبك العصابة منزعجة منهم لأنهم متواجدين في تونس وفي ليبيا وعارفين العصابة عارفة واش يدير الإمارات وعارفة بلي هي راه يجيب في الصهاينة إلى آخره لكن في جانب آخر يتعاملوا معهم ويفتحوا لهم البلاد ويفتحوا لهم الخزاين ويفتحوا لهم أسرار البلاد وكثير من المسؤولين اللي راهم فيما أصبهم اليوم الإمارات شدة الملفات عليهم بما فيهم هذا عبد الغاني راشتي اللي ديرينه مسؤولة على الأمن الخارج ويعجبك مسؤول الأمن الخارجي وكي يمرض يروح عند فرنسا شوف هذك المسؤولين شوف هذك الأسرار اللي يحظوها لما كبار المسؤولين يروحوا عند يدوى عند فرنسا كي يكون تحت لانيستيزي ولا يكون تحت المرض ولا يكون واش من سر يقدر يشد كمشة من الجواسيس والعملاء يزعمون الوطنية ويفتخرون بها ويزعمون بأنهم ورثت الجيش التحرير وورثت الجزائر النوفمبرية وهم كلهم عبارة عن جواسيس وعملاء مرتزقة ويهاجموا الأحرار ليوجهوهم بهذه الحقائق يهاجموهم ويتهموهم بكلتهم الفضيعة التي لا أساس لها لكن هذا والله لا يؤثر فينا شيء لا يؤثر فينا شيء مهما قلتم مهما زعمتم مهما ادعيتم لن يؤثر فينا لن يؤثر في الأحرار وهذه الإشاعات رأيكم تطلقوا فيها ورشاد وفي خلافات رأيكم عايشين في عالم آخر ما يجمع عضاء رشاد ما يجمع المؤسسين ما يجمع المجلس الوطني وعضاء الحركة أكثر بكثير من حين لآخر يسقط واحد أو وحدة يسقط وهذا يحدث يحدث في كل التجمعات الإنسانية دائما من حين لآخر يسقط هذا أو ذاك لكن الإطار العام حركة كل حركة قوية متجانسة صامدة ثابتة تعرف ما تريد دولة مدنية ليس عسكرية وإذا كان محمد العربي والله عباس عروة والله فلان والله خرج من الأمانة باش يركز على أشياء أخرى فهذا لأنكم تفهموش تعتقدوا بأن الناس هنا تبحث على مناصب نحن قلنا ما نحن بحث على مناصب دنيوية وكون نترك المنصب الفلاني في الأمانة واش من المنصب هي كلها كلها تعب وشقاء نسعوا عداء به لأننا اخترناه وهو خيار في النضال لكن ما كنش عارفين حجم قوة وتضامن هذه الحركة وأعضاعها فيما بينتهم لأنهم يسعون لخير البلاد يسعون لنهضة البلاد لا يبحثون عن سلطة وإنما عارفين بأن تحرير البلاد يكمن برحيل المافيا الإرهابية وأن الشعب الجزائري هو اللي يتحكم في بلاده وتقرر مصيره فباك نقول لي إخواني للأحرار طمع إنه حركة رشاد راهي في أقوى حالاتها بل بالعكس تكون قد تخلصت ربما من بعض النتوءات اللي كانت فيها ترجمة نانسي قنقر